لو الحكاية فيها إنا ذيكي ايه بعد ما قامت صورة 2011 ايه قرار من رئاسة الوصرة ان احنا يتم تعييننا في المراكز البحثية والجهات الإدارية في الدولة جينا بمركز عشان ندخل في الاعلانات الكادر الخاصة قال لنا لا احنا بنمشي بالترتيج الناس اللي جات سنة نصلة 2010 هتدخل بعدها في سنتين يعني سنة 2013 وهذا النظام كان ماشي عليه رئاسة المركز لقوية الاعلان اللي فات اللي تم في شهر 2013 جينا احنا اكتشفنا لما بقى الدور خلاص احنا خلصنا اوائل خناصنا لهم نازل في القود والتردد ومستنين الدور بتاعنا جينا في شهر 11 اللي هو مفروض الاعلان اللي هو خاص في الدفعة الكولة اللي جات المركز سنة 2012 لقناها مفاجأة قبل الاعلان بشهر بيقولونا انتو هتاخدوا الطويف البستور 550 لكلية اللي بتدرس بالانجليزي و 500 لكلية اللي بتدرس بالعرب من الامد اسم ومحدش ساعتها حتى قال لنا انتو متتبت تحلو في البراتش كاملس روحنا وامتحلنا وطبعا احنا كلنا تعليم حكومي هم هنا في المركز عايزين حد خريق جامعة خاصة عايزين حد بيتكلم انجلش كايز جدا انا في تخصصي مثلا والناس كتير مش هتشتغل باللغة احنا مثلا تخصص الزراعة انا لما اجي احل مشكلة الامح في الدولة هحلها باللغة ولا هحلها باللغة احنا دولة عربية مصرية بيتكلم اللغة العربية ماشي انت عايز تطور من ليلة كنت تمشي بنفس نظام والسيستم اللي حضرتك كنت ماشي بيتك مش معنى اوائل الخرجين اللي بيتعمل معهم كده حاولنا نتكلم حاولنا نتفاهم طب يا دكتور احنا ولاد المركز يقول انتم ولاد المركز بس انتم دمي ازاي اوائل الخرجين في الدولة يبقى دمي في